عندما يتحول حرم المدرسة إلى مسرح جريمة يكون الوقع كبيرا وهول الصدمة عريما أيوب طفل الأربعة عشر ربيعا تلميذ السابع أساسي المقيم بالمدرسة الإعدادية الفجر بوسعيدي بفرنانا راح ضحية شجار مع أترابه وأزهقت روحه في دورة المياه بمبيت المدرسة دينيه الاستعجالي وهو قريب يعني من المؤسس حاول اللي ترى الطبي والصامير كانت موجودة يحاولوا لماكسيمومه لكن رب قضى ما أرد إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله ربي صبرنا لكل نحن زد عائلته الثانية وأكيد إحساسنا والألم بتاعنا كبير على الوفاة هذه الفاجعة هزت منطقة فرنانا وتردد صدها في كل البيوت التونسية لتستحضر أحداث مماثلة وفصول من ظاهرة العنف التي استباحت فضاءات المؤسسات التربوية أحنا من نجمون شو نقولوا إلي ما فماش عنف في الوسط المدرسي بصفعة أما أنا بش نفاجئك بحي مستوى المؤسسة بك الفاجر البزعيدي بالذات التلمذا هزو ما من أعقل تلمذا ما عندهمش ظاهرة متاع عنف ووسط المؤسسة متاحهم الفاجعة رهي جيت بالحق حاجة غريبة لأنهم هم عائلات أصلاً هم ولد عائلات معناها مقربة رمت ربطهم علاقات دموية ليس علاقة مع تلمذا يقرأوا مع بعضهم فقط حاولنا نقطروا تلمذتنا نحيطوا بهم نفسانين جاءت الزخصية نفسيين وحاولنا نحيطوا بتلمذتنا خاصة في الليلة الأولانية قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبا تعهد بالبحث واستكمال الإجراءات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسئوليات بناء على سماعات الأولية على المعاينة التي نتمكن من أنه يعملها بصفة ثورية أذن بالاحتفاظ بثلاثة أطفال من ذات المدرسة وكاموا التهمين في القضية والأبحاث مزلت جاري وبالنسبة الجثة أذن بنقلها للمستشفى شارنيكول العرضها على الطبيب الشرعي لبيان الأسباب الحقيقية للوفاة وفي انتدار ما ستصفر عنه الأبحاث يبقى السؤال المحير عالقا ما الذي يحول طفلا في عمر الزهور إلى قاتل لأحد أترابه وهل هو حقا جلاد أم هو بدوره ضحية